السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسائل ورد على عيون أحلى سادة مشاهدين مشاهدي شبكة تلفزيون النهار حلقة جديدة من حلقات آخر النهار مع تامر أمين حلقة يوم الأربع 19 فبراير 2020 من الميلاد أنا ربطت التاريخ وافتكرته بالتاريخ بتاع بكرة بكرة طبعا المطشر مهم جدا 20 فبراير مباراة السوبر ما بين الأهل والزمالك اللي هتعقد فيه أبو ظبي العاصمة الإماراتية والشعب المصري ويمكن العرب كلهم متلقبين هذا الديربي ولقاء السحاب الأبيض والأحمر يلتقيان وحصل بالمناسبة خنقة صغيرة مش خنقة يعني بس جدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما تم الإعلان على أن الأهلي بكرة حيلعب بزيه التقليدي اللي هو الفانيلا الحمرة والشرط الأبيض والشراب الأحمر وزمالك حيلعب بيه الزين الاحتياطي اللي هو الأزرق حيلعب أزرق فازرق تيشيرت أزرق وشرط أزرق فالناس طبعا الزمالكوية زعلوا آآ 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 الزين اللي حيتلعب بيه الأهلي هيلعب بالتيشيرت التقليدي بتاعه الزمالك هيلعب بالتيشيرت الأزرق طبعا منذ أن تم الإعلان بعد الاجتماع الفني اللي حصل النهاردة الصبح فيه أبو ظبي الزمالكوية زعلوا قال لك شمعنا ومش ممكن الظلم ده ومش معقولة كذا وحتى في التشيرتات فيه مجاملة للأهلي وكذا ثم طلع مصدر من اتحاد الكرة من شوية وقال يا جماعة على مجاملة ولا ظلم ولا أي حاجة القصة محسومة أنه في السوبر المباراة بتعتبر المباراة على أرض صاحب لقب بطولة الدوري وصاحب لقب بطولة الدوري هو الأهلي فبالتالي تعتبر المباراة على أرض الأهلي فصاحب الأرض هو اللي بيختار زيه وفريق الضيف هو اللي بيضطر يغير الزي إلى الزي الاحتياطي لو كان العكس اللي حاصل كان الزمالك لعب بالتشيرت الأبيض لكن في النهاية انتوا عارفين دي المناوشات والفلفل والشطة والسبايسيز دايما ما بين الأهلوية والزمالكوية الأهلي بكرة يلعب بالأحمر والزمالك بالأزرق وبعيدا عن الألوان اللي حيكتهد واللي حيلعب أحسن واللي حيركز واللي حيبقى مصاحب توفيق ربنا هو اللي حيحصل على اللقب وبالمناسبة كويسة نفتكرت عشان احنا بنحترم طبعا مشاهدي آخر النهار ومحترمين لغبتهم الأساسية في مشاهدة المباراة وفي ناس كتير حيث تواصلوا معايا على مدار اليومين اللي فاتوا قالوا لي يا تامر طب احنا بنحب انتبع البرنامج لكن البرنامج بكرة في نفس التوقيت بتاعة المباراة بكرة المباراة حتنطلق الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة وده ساعة واحدة قبل انطلاق برنامجنا يعني اللي حيتفرج على المطش مش هيتفرج على البرنامج او على الشوط التاني تحديدا من المباراة فاحنا علشان احتراما للمشاهدين واحتراما كمان لنا علشان يبقى فيه فرصة للاختيار ما بين الاثنين فبكرة اخر النهار حينطلق مباشرة بعد انتهاء المباراة يعني بدل ما حنبدأ بكرة الساعة تمانية حنبدأ الساعة تسعة المطش من سابعة لتسعة تقريبا واحنا هنبدأ معاكو بكرة ان شاء الله يوم الخميس من الساعة تسعة ده يوم استثنائي بس من تسعة لعشرة ونص وبعد كده من يوم الاثنين ان شاء الله هنرجع تاني في معادنا الساعة تمانية